هل يمكن للطفل أن يتخطى مثل هذه الإساءة والتعنيب نفسياً وذهنياً أم ستظل مرتبطة به طوال حياته؟ حضرتك بتسألي سؤال خطير جداً الطفل الوحده صعب يعني لازم بمساعدة الكبير ولازم تكون المساعدة مباشرةً ما سيبش الموضوع يبيت معاه أسبوع وشهر وقولها اتدخل آه في الآخر التدخل بتاع الكبير أو بتاع المتخصص هيجيب نتيجة بس هيجيب نتيجة تاخد معاه وقت أطول وهتبقى النتيجة أحسن بكتير لو أن احنا اتدخلنا ككبار أو كمتخصصين في نفس الوقت أن ازاي نخرج المشاعر السلبية والخوف والألأ اللي دخل للطفل ده من العنف ده ونستبدلها بأحضان وطبطبة ومشاعر إيجابية بحيث أن أنا أنسيه خالص المشهد السلبي وارجع تاني أكون مصدر الأمان ليه وارجعه تاني للحياة السوية لو أنا عملت ده بدري هيطلع إنسان هايل لما يكبر لأن برضو إحنا عايزين الناس تفهم أن صعب جدا تلاقي بني آدم ما تعرضش للعنف خالص في حياته كلنا بنتعرض للعنف على مراحل عمرنا المختلف وإن ما كانش من القريب يبقى من الغريب ولكن الفرق بين شخص سوي وشخص غير سوي إن السوي لقى الكبير الواعي اللي يتدخل ويخلصنا من قصار العنف ده واللي غير سوي برضو ممكن يكون ملاقا